بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء معنا في لغة الإشارة الأستاذ النسرين النصر موضوعنا لهذا اليوم في النجوم والمجرات سوف نتكلم عن مخطط التتابع الرئيسي ولكن في البداية دعونا نستذكر درسنا السابق عندما تكلمنا عن حساب ثابت هابل ومن خلال الشكل الواضح أمامنا بيبين العلاقة ما بين المسافة والسرعة أي بمعنى المسافة ما بين المجرات والأرض وسرعة التباعد فيما بينها بعد ذلك تعرفنا إلى ثابت هابل وهو كما هو واضح معنا في الشكل أيضا هنا هذا الشكل تطرقنا له في السابق هنا أيضا شكل آخر يوضح قانون هابل الكوني ذكرنا بعد ذلك بأن عملية الربط ما بين ثابت هابل وبين عمر الكون فجميع المجرات يبتعد بعضها بعضا في وقتنا الحالي وكل ما نحتاج إليه هو حساب ذلك الوقت الذي كانت فيه المجرات في الموضع ذاته ومن ثم يكون قوع ذلك الحدث بعد ذلك تطرقنا إلى معكوس أو ذكرنا بأنه معكوس ثابت هابل ما هو إلا عبارة عن عملية حسابية بسيطة بعد ذلك لدينا تكلمنا في عملية الربط مع الرياضيات لعملية الميل والأحدياثيات من خلال المعادلة الواضحة معنا بعد ذلك أيضا تطرقنا للشكل اللي واضح أمامنا وعملية حسابات بسيطة إلى أن أثبتنا وبرهننا للزمن اللي هو معكوس ثابت هابل أيضا بعد ذلك تطرقنا لعملية حسابية وذكرنا بأن عمر الكون يصل إلى 13.8 مليار سنة بعد ذلك تطرقنا إلى مجسات النجوم المتفجرة وتطرقنا إلى العالم آدم ريس الذي ذكرنا بأنه عالم أمريكي في علم الفلك بعد ذلك عملية الربط مع التقويم وذكرنا بأن اعتمدت الأمم المتحدة يوم 30 يونيو ليكون اليوم العالمي للكويكيبات موضوعنا لهذا اليوم مخطط التتابع الرئيسي في البداية عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة تطرق إلى الأهداف وهو أن يشرح الطالب أو الطالبة دورة حياة النجوم أن يصنف أنواع المجرات ويوضح تركيب مجرة درب التبانة أيضا لدينا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة مفردات جديدة النجم النجوم المزدوجة والحشود النجمية والوسط بين النجوم والتوازن الهايدروستاتيكي والعمالقة الحمراء كذلك لدينا من المفردات الجديدة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة سديم كوكبي وقزم أبيض وقزم أسود ومستعر أعظم والنجم النيتروني وثقب أسود بالإضافة إلى المجرة الفكرة الرئيسة وصف مراحل دورة حياة النجوم وتحديد موقعنا في مجرة درب التبانة في عملية الربط مع الحياة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تعد النجوم اللبنة الأساسية للمجرات منذ نشأة الكون وتطوره وهي من أبرز الأجرام السماوية التي حازت على اهتمام الإنسان منذ القدم وكانت العرب تستخدمها قديما للاستدلال بالاتجاهات وفصول السنة قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لدينا هنا هذا الشكل 12-1 مخطط HR أو RH الذي يوضح مواضع النجوم بحسب درجة الحرارة واللمعان شاهد معي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هذه الألوان ومدلولاتها من خلال هذه الألوان عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة سوف نستكشف ما هي مدلولاتها كما هو واضح لدينا هنا الأقزام البيضاء وشريط التتابع الرئيسي موضوعنا لهذا اليوم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وكذلك هنا لدينا الشمس ولدينا العمالقة الحمراء ولدينا أيضا العمالقة الحمراء الضخمة طبعا لا ننسى موضوعنا لهذا اليوم وأيضا مرة أخرى الأقزام البيضاء وهنا أيضا هذه العلاقة درجة حرارة السطح وما بين اللمعان ما العلاقة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ما بين اللمعان ودرجة الحرارة في البداية دعونا نتعرف على النجم ما هو النجم عبارة عن جرم غازي متألق تتولد الطاقة في باطنه بواسطة تفاعلات الاندماج النووي تمر النجوم بدورة حياة تمتد إلى مليارات السنين فهي تولد وتتطور وتتطور وتموت ومن ثم تولد نجوم أخرى وتميل النجوم إلى التكون في مجموعات مثل النجوم المزدوجة وهما نجمان مرتبطان جاذبيا ويدوران حول بعضهما الحشود النجمية أو الحشود النجمية التي تحتوي على مئات الألوف من النجوم يمكن أن يولد أو يولد النجم مفردا يتكون الوسط بين النجوم من الغاز والغبار بكثافة مختلفة فنجد مناطق كثافتها عالية ومناطق أخرى ذات كثافة منخفضة ويحتوي الغاز في غالبيته على الهايدروجين والهيليوم وأيضا بعض العناصر الأثقل مثل ذرات الكربون والأكسوجين والنيتروجين والسيليكون عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يتواجد الهايدروجين في الوسط بين النجوم إما في الحالة الذرية أو المتأين أو الجزيئية وعند وجوده في الحالة الجزيئية يطلق على سحب الغاز والغبار بالسحب الجزيئية أيضا وهي عبارة عن سحب تتكون من جزيئات الهايدروجين والهيليوم والكربون والنيتروجين والأكسوجين وتتميز هذه السحب بكثافة عالية ودرجات حرارة أعلى وتتواجد بكثرة في أذرع مجرد درب التبانة وهي عبارة عن أذرع لولبية تمتد من مركز المجرات الحلزونية كما هو واضح معنا في الشكل التسعة واحد هذا الشكل اللي واضح معنا أيضا يوضح لدينا بأذرع مجرد درب التبانة الشكل اللي أمام التسعة واحد ما هو إلا عبارة عن صورة افتراضية لأذرع مجرد درب التبانة تولد النجوم في السحب الجزئية وتمر بعدة مراحل تمتد لملايين السنين حيث تنكمش السحابة تحت تأثير جاذبيتها ثم يبدأ الغاز والغبار بالتكون ويسمى النجم حينها بالنجم الأولي مع زيادة الضغط تبدأ حرارة اللبء المنكمش بالارتفاع وعند ارتفاع درجة الحرارة ما بين 10 إلى 15 مليون درجة مئوية تبدأ تفاعلات الاندماج النووي وتحول الهايدروجين إلى هيليوم في تفاعلات موضحة في الشكل 10 واحد لتبدأ بذلك حياة النجم نلاحظ هنا في الشكل أمامنا التفاعلات الاندماج نلاحظ هنا بروتون 2 هنا بروتون 1 وعملية الاندماج لدينا أيضا هذه المرحلة الثانية وكذلك هنا المرحلة الثالثة بعد تفاعلات الاندماج النووي وهي تفاعلات يتم فيها دمج نواتين خفيفتان لتكوين نوات أثقل مع إطلاق كميات هائلة من الطاقة ترتفع درجة الحرارة ويتكون ضغط حراري عالي في اللب يدفع إلى الطاقة إلى الخارج ويواجه النجم في المقابل قوة معاكسة وهي قوة الجاذبية التي تدفع أو تدفع إلى الداخل حيث يستقر النجم عند موازنته قوة الجاذبية الداخلية بواسطة قوة الضغط الخارجية ويسمى هذا التوازن بالتوازن الهايدروستاتيكي كما هو موضح معنا في الشكل بالتوازن هيدروستاتيكي نلاحظ اللون الأحمر عبارة عن الجاذبية ونلاحظ اللون الأزرق عبارة عن الضغط فبالتالي تكون معاكسة أو مقابلة هذه القوة بعضها البعض وينتج لدينا ما يسمى بالتوازن الهايدروستاتيكي أيضا تحدد كتلة النجم المولود درجة حرارته وحجمه ولونه حيث أن النجم الأقل سخونة يكون باللون الأحمر ثم يتدرج بالأصفر ثم الأبيض وأخيرا عند درجات الحرارة العالية جدا يكون النجم أزرق الشكل اللي أمامنا يوضح درجات الحرارة نلاحظ هنا تقريبا ما بين 2000 إلى 3500 بينما في ازدياد درجات الحرارة عند 28000 إلى 50000 نلاحظ عملية التغير في الألوان بعد ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نتعرف على مخطط التتابع الرئيسي في هذا الموضوع عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة حاول العلماء فهم العلاقة بين درجة حرارة النجوم ولمعانها والتصنيف الطيفي بعد توفر بيانات هائلة لها وتوصل بعد ذلك إلى اكتشاف مخطط التتابع الرئيسي يتيح هذا المخطط فهم دورة حياة النجم عند تحديد موضعه في المخطط كما هو واضح معنا في الشكل 12-1 مثل ما ذكرنا في السابق من هذا الشكل يوضح لنا هنا درجة حرارة وعملية أو لمعان هذا النجم إن المحور الأفوقي يمثل درجة الحرارة ويمثل المحور للمعان هذا تحديداً ويعد هذا المخطط من أهم الوسائل التي تساعد في معرفة بعض المعلومات المهمة عن النجوم سؤال الاندماج النووي عزيزي الطالب ذكرنا الاندماج النووي في السابق وهي عبارة عن تفاعلات يتم فيها دمج نواتين خفيفتان لتكوين أحسنتم بارك الله فيكم نوات أثقل مع إطلاق كميات هائلة من الطاقة أحسنتم بارك الله فيكم بعد ذلك يمكن تقسيم المخطط أي المخطط التتابع الرئيسي إلى عدة مناطق عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نتعرف سويا إلى هذه المناطق أولا لدينا منطقة شريط التتابع الرئيسي لو رسمنا درجات الحرارة أو اللمعان مع النوع الطيفي للنجوم لوجدنا أن غالبية النجوم تنتظم في شريط يمتد من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين يعني من هذا المقصود بالشريط سمي هذا الشريط بالتتابع الرئيسي ونلاحظ أن الشمس تقع عليه وهي المرحلة الأولى من التطور يصل النجم إلى التسلسل الرئيسي بمجرد أن يبدأ الاندماج وهذا ما يفسر سبب تواجد معظم النجوم على شريط التتابع الرئيسي خلال هذه المرحلة ما الذي يحصل أو ما الذي يحدث تتولد طاقة النجم كيف يتم ذلك؟ عن طريق عمليات الاندماج التي تحول الهايدروجين إلى هيليوم ويقضي النجم تسعين بالمئة من حياته في هذه المرحلة أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يحتوي الشريط على نجوم مختلفة الألوان والحرارة والسطوع حيث تقع النجوم الحمراء ذات السطوع المنخفض السطوع ذات حيث تقع النجوم الحمراء ذات السطوع المنخفض والحرارة المنخفضة في أسفل يمين الشريط وتقع النجوم الزرقاء ذات الحرارة العالية والسطوع العالي في أعلى يسار الشريط وتحديدا في هذه المنطقة بعد ذلك لدينا منطقة تعرف بمنطقة العمالقة الحمراء والعمالقة الحمراء الضخمة نجد العمالقة الحمراء والعمالقة الحمراء الضخمة في آل يمين المخطط وهي نجوم ذات حجم هائل المقصود بهذه العمالقة الحمراء الضخمة وعمالقة الحمراء بقطر أكبر من الشمس بمئتين إلى ثمانمائة مرة ولذا هي أسطع من نجوم التتابع الرئيسي ولكن أبرد ما السبب في ذلك بسبب انتهاء عملية الاندماج النووي وإطلاق الطاقة أما المنطقة الأخرى أو بما تعرف بي الأقزام البيضاء أخيرا نرى مجموعة من النجوم ذات درجات حرارة شديدة ولمعاني منخفض وحجم صغير جدا بقطر يتراوح من عدة آلاف إلى عشر آلاف كيلو متر تقع هذه النجوم في أسفل يسار المخطط وتسمى الأقزام البيضاء عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نثبت ما تم دراسته في هذه الحصة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي مجموعة من النجوم ذات درجات حرارة شديدة ولمعاني منخفض وحجم صغير جدا بقطر يتراوح من عدة آلاف إلى عشر آلاف كيلو متر أحسنتم هي عبارة عن الأقزام البيضاء السؤال الثاني أيضا اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي عبارة عن جرمغازي متألق تتولد الطاقة أحسنت في باطنه بواسطة تفاعلات الاندماج النووي هل هي المجرة أم النجم أم القمر أم الكون أحسنتم بارك الله فيكم إذن هو النجم الجواب الصحيح النجم أحسنتم السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي يتكون من الغاز والغبار بكثافة مختلفة ونجد مناطق كثافتها عالية ومناطق أخرى ذات كثافة منخفضة يحتوي الغاز في غالبيته على يا سلام الهيدروجين والهيليوم وأيضا بعض العناصر الأثقل مثل ذرات الكربون والأكسجين والنيتروجين والسلكون أحسنتم ممتاز الجواب هو الوسط بين النجوم الخلاصة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تكلمنا في مخطط التتابع الرئيسي عن منطقة شريط التتابع الرئيسي وكذلك تعرفنا على منطقة العمالقة الحمراء والعمالقة الحمراء الضخمة وكذلك منطقة الأقزام البيضاء هنا أيضا كخلاصة هذا الشريط الواضح معنا علاقة درجة الحرارة ولدينا هنا اللمعان وهذا شريط التتابع ونجد هنا الشمس وهنا العمالقة الحمراء والعمالقة الحمراء الضخمة والأقزام البيضاء شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا لكم